فيه الكثير من علامات الاستفهام لا زال الفريق العراقي يلعب على ملعب عرضه تقريبا المية وعشرة او الميت متر ماكو الان في كرة القدم الان الفريق يلعب على ميت متر الان الملعب قسمت قسمت الى حارات و الى اقسام و الى زوايا يتم بها البناء والانتقال من اجل الزيادة العددية و من اجل الوصول بكاملية اللاعبين والجهزية الى الامام حقيقة الاشياء اللي الان اشرت انه هناك اكثر من اللاعب يلعب في مركز لن يجيده يعني مهارة المركز هي من تحرك اللاعب و هي من تعطي اللاعب الاداة يعني لو تلاحظ الان مفاتيح اللاعب الموجودة خلف ميمي هم المفروض همام و بايش لكن ابراهيم بايش ابراهيم بايش و همام لا زالوا يلعبون بطريقة عشوائية بدون صعود بدون سناد عندما تكون الكرة يعني انا حقيقة ما شفت ابراهيم بايش و شفت همام شفته في بعض الحالات لكن الخلل الواضع و الخلل القوي الان اللي مؤشر من الجميع هو البناء التنظيمي في ساحة المنطقة في ساحة التحضير بناء بطيء كرات مقطوعة كرات طويلة ايضا ما يصاحبها انتقال مفاجئ من اللاعبين للامام من اجل زيادة العددية